يزيد بن عبد الملك لعنه الله أحد طغاة بني أمية الذين أدركتهم هذه السيدة استنجدت به في موقف ما شخص حاكم حاكم ولاية من الولايات مثلا زين بيده الأمر والنهي يراودها عن نفسها ولا أقول يراودها عن نفسها حتى هذه الكلمة شوية أكبر من المثال الذي بين أيدينا لا وإنما يحاول أن يتزوجها رغما عنها هذا كثير يحصل بس واحد شوية يصير عنده مقام منصب سياسي معين يبتز شوف لها فدبنية جميلة ويقوم يبتزها ويبتزها أهلا إلا تزوجون إياها مثلا مو الشكل حكامهم يسوون هذا الشيء القذافي كان يسوي هذا الشيء كرارا ومرارا كما كشف عنه حتى يسوي لها كلية شنو كلية عائشة كلية عائشة لتدريب العائشيات ومخلي لها بوديغاردات شنو كل واحدهم سميها عائشة فيذكرون بعض هؤلاء أنه كان يجبر أباءهم على بعض الأشياء المهم فواحد بها الخسة يعني تخيل حاكم بها الخسة وهناك حاكم أعلى منه مثلا يسمع خبر يأتي خبر أنه هذا الحاكم اللي أدنى منه ابتز إمرأة مؤمنة يقول لها إما أن تتزوجيني وإما أن ألفق تهم لابنك عندها ابن مات عنها زوجها لها ابن يقول أنا رح ألبس تهم من التهم وإلا شنو تقبلين بأن أتزوجك فتخيل أن الحاكم لما يسمع بهذا الخبر شي سوي تأخذه الغيرة فيصدر أمره لا فقط بعزل هذا الحاكم الأدنى أو هذا الوالي يعزله بل ويعذبه ويجرده من كل أملاكه ويجعله يطاف به يشهر به أمام الناس حتى يكون عظة ودرسا ويحفظ مقام تلك المرأة المؤمنة مع أنه بحاجة لهذا الحاكم لأنه على تحالف وثيق الصلة به بل هناك تحالف تأريخي بين الأسرتين كل هذا يدوس عليه غيرة شلون تنجذب لهذا الشخص تقول والله هذا أبو الغيرة هذا هذا يستحق الاحترام رجال عنده مروءة عنده شرف عنده رجولة عنده كرامة يستحق وعادة إذا يصير هذا أمام الناس الناس تغض الطرف عن كل ربما مساوئه وتشلب فقط بهذا الشيء يقول والله هذا خوش واحد لا لا نسيت موقفة يوم هالشكل سوى هذا عادة من تصرفات أهل الخلاف أهل الخلاف إلى لأن عندهم مثال الغيرة منه واحد المعتصم على أساس فادمر قالت شنو وامعتصما مواشكل فكلهم يحبون المعتصم يضربون به المثل في أنه الذي ينجد الحرائر في حين هذا المعتصم له من المساوئ ما يغطي الخافقين وهو نفسه الذي سجن أئمتهم ومنهم أحمد بن حنبل وعذبهم للعلم بس هذا يغضون الطرف عنه أو يتجاهلونه على أساس هذه الخصلة الحميدة فيه إن عدت هكذا يقارنوا لك مثلا يقول لك ها شفنا احنا في زماننا حكام ما فعلوا هذا الشيء لحاجتهم إلى من تحالفوا معه ترجمة نانسي قنقر